كابتن محمد صلاح طبعا ليه جميلات زمالك سابق تحياتي دي كابتن هلو؟ كابتن محمد كابتن الرضا كابتن سمير كابتب داب تنور كابتن صلاح سأل علي يا كابتن الرضا انا حبيبك انا انا اقدر وحيات ربنا ده انت انت روح يا كابتن محمد حبيبك كابتن الرضا ربنا اتجل صاحة ربنا ازاك صامرة يلا بقى اتجل الله بقى وش هد في المعمعة دي كابتن صلاحة خلينا اقولك هارد لك لنهارده واخسارة ممكن تكون غير محببة الجميلات زمالك ونجنة زمالك بسبب ان يمكن المباراة النهارده لو كانت زمالك على اقل كانت عادة كاتل اموك هتتبقى افضل في المشوار القادم او التلات مباراة المتبقية ولكن الامور زالت صعوبة بهزيمة النهارده رأيك في اللقاء كابتن واخد رأيك بعد كده في القرارات الخاصة بمجلس الادارة بحالة كارترون التحقيق واستبعاد كلها من كابتن ماتحة عبدالهادي وكابتن ايضا امير عزم جاهد من الفريق بسبب يعني فيه سوق سلوك هنعرف ايه هو بالضبط وهنبلغه للجماهير او المشاهدين وفي نفس الوقت المستحقات المالية الخاصة بالجاز الفني بالكامل والاداري والطبي واللعبين نقوفة فاخد رأيك الاول في المباراة والشكل الفني اللي ظهر بينات زي مالك النهارده كانت شو بك يا فاروق اللي يعني اه كل فرق بتتمنى وخاصة ان انت بتلعب برا كمان بالاخص يعني انت اللي ما جيب جنوب اول ثلاث دقائق وخمس دقائق طب انت اه الهجمات الشارسة بتاعتك الوقت صح الدفاع لكن ما رجعش ورا ودافع من نصف مالعبي ومش عارف يا دافع كمان وتدي فرصة الفرق قبل ما تتعادل ان هي تمسك الكورة وعندها استحوازة وتوصل بسهول ان ابو جبل اعتقد ان فيه خلل جوه الفرقة اه الخلل ده جاي من بعض اللعيبة انا بقول لك انا يعني انا اسف ما عندهاش روح ولا عندها نخوة من هي تفرخ جمهير الزمالك او تفهد حد نفسها اه فيه مشاكل جول فرقة انا اعرف بعضها بالنسبة لبن الشارق او اه وناجم مع اللعيبة اه كان ياجب كان ياجب ان التغيير يكون بدري ان اللعيبة دي ممكن ما تبدأش من الاول عندك خلل في الدفاع غريب جدا ولكن ده مؤثر اه لان امام عشور مش مش قادر يعمل الدور لوحده ان الراجل اللاعب شكبالا واباما في نص الملعب وده من الناحية الدفاعية مش هيعملوا خمسين في المئة بيعملهم هل غياب طريق حامد بمؤثر بشكل جبيل اكتن كده من كلام حدودك يعني هو مؤثر ليه لانك انت لو لعبت اتنين ستة مع اي بقى حد شكبالا اي حد حتيقد اغتقفل يا فاروق لكن الامام عشور لوحده ما ينفعش وخاصة ان السرد باكين مش عارفين العدو اللي قدامهم واحد بس مش اتنين هم نمر ستة واباما ضعيف في الناحية الدفاعية وده غصبا عن راها كان بلعب تحت فروت هم الراجل دايما تخييراته معروفة ان شكبالا في البيئة ستين او تنين ستين هيتطلع كويس وحش هيتطلع هم فهدي المشكلة اه كمان عدنا الباكرايت المسلوسي اي 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 انا مش عارف ايه اللي قدمه لنادي الزمالك عشان يقعد لغاية دلوقتي او يبقى لغاية دلوقتي هل ما فيش يعني النهاردة حاجم نزل حتى لو حاجم نزل الوقته قليل بس هو في الباكرايت افضل منه ده عمل اسست يا كابتن صلاح لو الراجل اسمه انجمي ده عمله صح جون والزمالك تعادل والدنيا خلص صح صح يعني شوف قعد باله قديم اه حازم امام ما بيلعبش وشوف نزل عمل ايه في الشوية نحيط الرهي صح صح هو قعده قليل جدا للأسف الاهداف اللي جات في نزل مالك النهاردة كابتن نزل مالك هو اللي اهداها الفريد وده اختار دفاعية للأسف هي شوف المسوس بيطلع الكرة زي فمفروض بدا هي مالك يعني اللي بيطلعها محمود علاء كابتن بيطلعه الجو الملعب فدي غلط كان مفروض الشيء لابر الملعب كابتن فيه ظلم يا كابتن يعني مفروض ان محمد عبدالغاني يلعب على محمود علاء هما بيلعب على محمود علاء عشان المنتخب انا مالي وما المنتخب انا بلعب عشان عندي لعيبة احسن من اللعيبة اللي هتروح ولا ما تروحش انا مالي انا عايز اعدي بالمباراة دي فهم ظلموا واحد زي محمد عبدالغاني حتى لو انت مش عايز تعالو بعد اللجون التعادل على قل ده كابتن يعني انت قلت حاجة كمان اللي اتنين اللي هم بيلعبوا ستة او الديفندرات لا محمد عبدالغاني فيها جنب الراجل اللي اسمه امام عشور يقفل للحتة دي على قل ده هيوقف غير اوباما وغير شكبالة وغير زيزو والله يا كابتن ده انا كلية كلية رأي يعني الواحدة انا الواحدة اني لقوا نجم ده يلعب ولا بمشارك يلعب المطش ده لظروف بقى المغرب اللي كانت في الفرقة دية بحد كان مش عقل ترقيتهم والظروف اللي هي والظروف السابقة اللي قامل المباراة في التجديد وعدم التجديد والفلوس والفلوس دي كان عامل هزة ببعض الناس جوه الفرقة اعتقد زي ما حضرت بتقول هو العجل او عدم الحب اللي خلت المباراة النهاردة بالطريقة دي لانا هقولك على حاجة الوداد ده هيخصر في مصر باي 11 في الزمالك وبكرة او في شهر ما اسئلولي بس تتحط فرقة مش كل مرة نقعد نقولي هنغير في التشكيل وبعدين من نعدة التشكيل وكفان المطشين اللي فات هو الرجل لو مش عاجبه يمشي مش موضوع شرط الجزائي ايه ممكن بالتراضي ممكن لك اعتقد لنا فلزة والنرفز بعضين او نرفز جنور الزمالك وكل ده هيجي عن ناجه وجماهيره انا اعتقد حرام يا فاروق والله طب رأيك يا كابتن في القرارات الخاصة بالمسترشون موتورو منصور او مجلس دارة ناج الزمالك بخصوص الجهاز الفني وكارترول ممتازة ممتازة واتمنى بكون القرارات دي حازمة فعلا واول واحد يتحسب فيها كارترول كان مدير في انا كابتن حالته للتحقيق دي معناها ان يمكن النادي يقول له يعني امشي ولا ايه لا 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 انت بالحقك تيجي انا مخصر في اي فرقة وتيجي تقولي تعالى قاعد قولي انت خسرت الهيه يمكن لعبه مقصرها